وأول سؤال عنقول فيه من حساب شيماء ناصر بتقول خطيبي شغال على مركب سياحية حرام ولا حلال لو شغال على مركب سياحية في حاجة ملعاش دعوة بأنه بيشرب الناس الخامرة أو بيعمل أي حاجة الشغل في السياحة أصلا حلال بس عشان بس ما يبقاش إيه عشان هي مركب بس هي سياحية فالشغل في السياحة في الأساس حلال لكن بنيجي بنسأل بقى هو شغال إيه بقى بقى لو شغال بيسق الناس خامر لا ما يشتغلش الشغلانة دي لكن هو لو شغال بيقدم الطعام بيعمل أي شيء بيرتب الغرف اللي في المركب السياحية بيرتب الأمور ما فيش أي حاجة دعوة شغلانة ما فيش أي حاجة لكن اللي احنا بنقول عليه أن الأساس أن الشغل في السياحة ليس حراما لكن في كل حتة احنا ممكن نعمل حاجة الحاجة دي تكون بنعمل فيها حرام زي واحد بيشتغل في وظيفة بس بيرتش يبقى الأصل في الوظيفة أن هي حلال بس اللي هو بيعمله حرام عشان بس ما يرتبطش الناس المسألة دي فإذا الشغل في السياحة حلال الشغل في السياحة حلال لأن دوت رشاد الناس لكي ترى بديع صنع الله سبحانه وتعالى في الكون وإزاي الله سبحانه وتعالى أمد الناس بأنهم يصنعوا حضارة بجميل لطفه و جميل عطاءه و جميل مدده سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة